موسيقى نبدأ تجولنا القصير منشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الاتحاد الاماراتية التي نقرأ منها تقنيات جديدة للحماية الامنية الاستباقية جاء في تفاصيل الخبر قامت مئة شركات العالمية خلال أنشطة أسبوع جايتكس للتكنولوجيا بنسخته لعام 2017 بعرض آخر وأحدث ما توصلت إليه من تقنيات وتكنولوجيات متقدمة وكانت الشركة اليابانية العالمية تريند مايكرو أولى شركة تقوم بدمج تقنيات التعلم الآلي عالية الدقة مع تقنيات الحماية ضد أجيال مختلفة من التهديدات الإلكترونية من الصحة اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة البيانة الاماراتية قلة الأحلام تصيب الإنسان بالأمراض ذكرت دراسة أمريكية حديثة أن الأشخاص الذين لا يحلمون قد يعانون أمراض مختلفة لعل أبرزها الاكتئاب وبحسب الدراسة فإن الأحلام مؤشر على النوم الجيد للإنسان وهو أمر ينعكس إيجابيا على صحته إلى صحيفة الشرق الأوسط مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم صدام بين جوجل وأمازون حول يوتيوب تصاعد الخلاف العلني بين شركتي أمازون وجوجل بعد تعطيل الدخول إلى موقع يوتيوب من بعض الأجهزة تابعة لشركة أمازون وفقا لموقع بي بي سي وتوقف عمل موقع يوتيوب على أجهزة إيكو شو التي توزعها شركة أمازون ومن اليوم السابع المصري مشاهدين فيسبوك يوظف ألف شخص إضافي لمراجعة الإعلانات جاء في تفاصيل الخبر طورت شركة الناشئة تقنية جديدة يمكنها مساعدة اللعبين على التحكم في ألعاب الواقع الافتراضي من خلال أفكارهم وإشارات العقل من دون الحاجة إلى تحريك أيديهم أو بدل أي مجهود إضافي ويسجل برنامج نيو أبل إمكانات ذات صلة بالحدث وأشارت إشارات أكثر تحديثا تحدث عندما يستجيب الدماغ للمؤشرات مما يسمح لطريقة التفاعل القائم على النية صحيفة الوئام السعودية مشاهدين نختة منها جولتنا الصحفية الكشف عن تطبيق جديد يعزز مفهوم التنمر الإلكتروني في المدارس أصدرت مؤسسة كومن ساينس ميديا غير الربحية لتقديم المشهورة تقريرا حول تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر تأثيرا بين طلاب المدارس وخطورة انخراطهم فيها دون توجيه أو وعي أو إحساس بالمسؤولية